قال خفر السواحل الإيطالي أنه تم إنقاذ نحو 1900 مهاجر كانوا على متن قوارب في البحر المتوسط خلال اليومين الماضيين وبحسب المصدر ذاته فقد بلغ عدد الذين تم إنقاذهم الجمعة الماضية 1300 مهاجر بينهم نساء وأطفال في 13 عملية لسفن تابعة لخفر السواحل والبحرية ومنظمات غير حكومية فيما تم إنقاذ 600 مهاجر كانوا قبالة الشواطئ الليبية يوم أمس السبت